موسيقى فنطالبهم يدحنون الجورة مشاكل أو الدمار طبعا خلال الحرب الماضية كان فيه طبعا منازل كثيرة انهارت تم تدميرها فيه قصد منص واريخ فيه مناطق كثيرة فيه طرق فيارات إزراعية وخلاف وهذه نسج عنها حفر اليوم احنا كبلدية طبعا منه الامكانياتنا يعني صعب ان احنا نتعاطى مع كل هذه الاشياء لانه الحجم اللي هو الكارثة كبيرة الحفار موجودة في المناطق الضرامية هذه الامرية تحتاج الى آليات وموادات تحتاج الى اللي هو رمال كذلك فاليوم امكانيات البادية يمكن فيها شوية صعوبة انه احنا نقدر نحن نسخ البادة طريقة على ما اظن هناك فيه اللي هو نوع من اللي هو التواصل مع اللي هو مصارة الاشغال العام عشان استثبالنا هذا الموضوع من خلال المؤسسة استثبال حانو زي ما حدث بالنسبة لقضية اللي هو ازالة مخلفات والرقام اللي ناتج عن حرب من خلال المؤسسة الدمية اليون ديبية والانروا واي مصارة الاشغال العامة انه نكون هناك فيه توجه كذلك لتعامل مع هذه الحفار في مناطق مختلفة اليوم احنا الخضية لو كانت تتعلق بمواطن او اثنين او ثلاثة وعشرة احنا جاهزين انه احنا نعمل كل بسيء مطلوب يعني لكن خضية اليوم احنا بنحكي على كم كبير من الحفار وبالتالي فوق امكانياتنا مياه الرمال اللي ممكن احنا يعني نحاول ان احنا نجيبها عشان نقدر ندفن فيها اللي هو الحفار او نقلخ الحفار هذا كله عن طريق وزارة الاقتصاد وبالتالي بيتن بيعه او احنا يعني بيع من وزارة الاقتصاد احنا نقوم بعملية الشراء وامكانياتنا طبعا اليوم اللي هي امكانيات المادية لا تسمح الاليات المعدات الوقود والقضايا هذه كلها كمان برضو عنا امكانياتنا لا تسمح اليوم لما بحكي لك على كباش او اتنين موجودة انا في البادية والكباش هذا يعني بيشغل على النظافة او خضية ازالة او تنظيف اللي هو بعض اللي هو يعني نظافة بداخل المدينة وخارج المدينة اليوم عنا بيوجه هذا الكباش هذا الالية عسان تدفن الردم هذا حيأثر على نظافة بمدينة الموضوع اكبر مننا احنا لكن الان مش سكتين يعني نتعامل مع الجهات المعينة وزارة الاقتصاد ووزارة اسفل العامة ومن خلال وزارة الحكم المحلي على اساس انه قدر نتغلب على هذه الامور حتى لا تحدث مسكرة لا سمح الله انه ممكن تملك الحفرة بالمياه ممكن يكون في الطفل بلعب ممكن يغنق لا سمح الله يعني فاحنا يعني مخدين دورنا من حيث التواصل مع المؤسسات الاخرى لكن احنا كبادية لوحدنا لن نستطيع عمل شيء لانه الحجم الضمار كبير وحجم الحفر كبيرة طبعا احنا نقول فينا نقص الامكانيات البشرية في نقص اننا في المؤدات لكن يعني متعملين خير ان شاء الله اذا احنا يعني تبعنا هذا الموضوع من بدايته او مع البداية والامطار نستطيع ان شاء الله ان احنا يعني نتغلب عليه بإذن الله تعالى اللي لم يكن هناك اي طارق يعني القضية برضو الامكانيات محدودة لكميات معينة من مياه الامطار لكن اذا كان الوضع اكبر منه اعتقد يعني الامور يعني لا سمح الله ممكن تاخد اللي هو منحة قطيرة كما حدث فيه اللي مخفض فيه العام الماضي لكن الحمد لله يمكن احنا اقل بلدية في قطاع غزة كان فيه اللي هو يعني تأثيرات او اقل منطقات اثرت به المنخفض الالكسة العام للمرء العام الماضي نتأمل ان شاء الله يعني بإمكانياتنا البسيطة انه احنا يعني نتغلب هذا العام على المشكلة مياه الامطار نتمنى انه كمان يعني نحتاجين اللي هو تعاون من الجميع وخاصة المواطنين كذلك يعني بخضية اللي هو إمكانية اللي هو مساعدة البلدية في بقاء الشوارع نظيفة يعني عدم القاءة نفايات في المياه المتحركة لنحس انها لا تغلق المناهل وبالتالي ممكن تعمل اللي هو طفح في بعض الاماكن يعني هذا الوضع يعني يعني كله يعني عملنا في الله كبير انه مره هذا الموسم بسلام ويكون اللي هو موسم خير وبركة على الجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة